استعراض كوميكس اف اكس نود أن نعرفكم خلال هذه الحلقة من استعراضاتنا التعليمية والتحليلية على شركة كوميكس اف اكس التي تعمل كوسيط في سوق الفوركس هذه الصفحة الرئيسية كما رأيتم هنا نجد بعض المعلومات حول هذه الشركة حيث أنها تقدم حسابات ECN شبكة الاتصالات الالكترونية وهي شركة رائدة في هذا المجال حيث تقدم خدماتها المالية بشكل онлайн في مجال الفوركس عقود فروقات الأسعار CFD وكذلك السلعة هذه الشركة تتمتع بمنصات تداول رائعة كما أنها مرخصة لدى هيئات رقابية عدة مثل سايسك هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية فضلا عن ميفيد قانون توجيهات الاتحاد الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي FCA سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة كما أنها عضوة في صندوق تعويض المستثمرين ننتقل بكم إلى صفحة أخرى حيث ترون هنا أسماء الهيئات الرقابية التي منحت هذه الشركة ترخيص عمل وفي طلعتها سايسك هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية وكذلك ميفيد قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي كما تلاحظون بأنها مرخصة في قبرص في المملكة المتحدة في ألمانيا في إسبانيا في هولندا في الاتحاد الأوروبي كما أنها عضوة في صندوق تعويض المستثمرين هذه الصفحة تعرفنا على منصات التداول المعتمدة لدى الشركة كما ترون Metatrader 4 وهنا هذه المنصة معدة لأجهزة الهواتف المحمولة Mobile Platforms هنا منصات أخرى منصة Metatrader 4 متعددة الأغراض هذه المنصات تجعل المتداولين يقومون بالتداول الإلكتروني هذه الصفحة تختص بتعريفنا على أنواع حسابات التداول لدى الشركة كما ترون الحساب الأصغر هنا هذا الحساب الحد الأدنى للإيداع عبارة عن 5 دولارات كما أن الحساب العادي الحد الأدنى للإيداع عبارة عن 200 دولار الحساب الممتاز سوف تكونون بحاجة إلى إيداع 10 ألف دولار أمريكي لفتح هذا الحساب وأما الحساب المؤسسي فهناك حاجة إلى إيداع مبلغ قدره 100 ألف دولار أمريكي لفتح هذا الحساب طبعا هناك توجد تفاصيل أخرى حول هذه الحسابات هذه الصفحة تختص بتعريف زوار الموقع على أمن أرصدة الزبائن حيث أن الشركة تقول بأن أصول عملائها سوف تودع في حسابات منفصلة عن حسابات الشركة وأنها سوف تكون آمنة بنسبة 100 في 100 في هذه الصفحة تجدون الجوائز التي حصلت عليها الشركة لكونها تتمتع بمنصات تداول رائعة وتقدم خدمات مالية قيمة وأما الصفحة الأخيرة فهي تتضمن معلومات الاتصال بالشركة هنا أرقام الهواتف لمكاتب الشركة في دول مختلفة مثل قبرص ودول أخرى وعلى اليمين عنوين البريد الإلكتروني لأقسام مختلفة للشركة كما ترون هنا أعلى الشاشة هنا اللغات المعتمدة لدى الموقع وكما تلاحظون فإن الموقع ناطق باللغة العربية أيضا أسفل الشاشة يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على أساليب السحب والإيداع مثل وكذلك عملات إلكترونية مثل نتلر و سكريل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر